السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه؟ يا رب بتكونوا بخير ورمضان كريم وكل عام وحضراتكم بألف خير هتكلم في فيديو النهاردة معايا خبرين الخبر الاول منتهى التنمر على حلقة ويزو بعد كانت موجودة طبعا مع رامز رامز عقل وطار البرنامج بتاعه بتاع السانيتي وبصراحة في كمية تنمر شديدة جدا وردود افعال حول الحلقة واول رد من ويزو كمان على حلقتها هنشوف كل التفاصيل والخبر التاني هو اصابة دلال عبدالعزيز وبنتها دنيا سمير غانم بكورونا وتظاهر تام في حالة دلال عبدالعزيز نصلي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ونبدأ بحلقة رامز طبعا رامز كلنا شفنا من كام ساعة ان هو كان مستضيف ويزو وطبعا كلنا عارفين ويزو دمها زي العسل وخفيفة الروح وطيبة انما بصراحة رامز كان جاحد اوي وبصراحة كان مزودها شوائية معيها وحست ان الموضوع جاي عليها اوي هتقولولي طبعا هي عارفة او راضية عشان الفلوس وفي ناس كتير بتقول كده بس انا برضو يعني ان هي تقل لي من كرمتها اوي كده عشان الفلوس وتبقى عارفة دي النقطة ومن اول السطر غلط جدا اللي هي عملته في نفسها المشكلة بقى ان هي اول يعني بعد ما الحلقة خلصت كان في ردود افعال متوفوتة بين اني ناس بتقول لها عيب عليك يا عيب علي جسمك انت المفروض تخصي انت كذا والفاظ يعني وحشة جدا دا كان اول رد فعلي لها بعد الحلقة قالت شوفتوني وانا رشيكة وبطير مع رامز جلال دا كان اول تعليق لها بعد كمية الكلام الكتير قوي اللي كانت عليها ناس قالت هي عسل وطيبة وجميلة ورامز هو اللي قالي للأدب ورامز كذا وكذا وكذا ولكن ردود الافعال المضادة كانت وحشة جدا بصراحة الناس تنمروا على شكلها وناس قالوا انت شكلك كذا او كذا انا مش عايز اقول كل التفاصيل اللي هم قالوها بس على فكرة عيب اوي التنمر دي خلقة ربنا وده كل حاجة جاي من عند ربنا ما كلنا معرضين يحصل لنا اي حاجة يعني كل واحد معرض في ثاني يحصل له حاجة ليه تتنمر عليها ليه تتنمر على خلقة ربنا حد مش بيقديه بصراحة كان الموضوع زايد جدا من بعض الناس اللي عقلهم مغيب اللي عقلهم وتفكيرهم غطى عن كل حاجة كل السيئة بس بيطلعوا بحاولوا يطلعوا الحاجة السيئة ويزوا طيبة ودمها خفيف وبصراحة رامز مش كان من حقه يبهدلها اوي كده نسيب الخبر الاول وندخل على خبرنا التاني وهو دلال عبدالعزيز وبنتها دنيا سمير غانم اعلنوا منذ ساعات بسيطة عن اصابتهم بكورونا دنيا سمير غانم الحالة بتاعتها مستقرة يعني هي عاملة عزل منزلي في البيت وده هي قالته على صفحتها قالت انا الحمد لله احسن انا حاسة بكل اعراض كورونا وعملت مسحة وفعلا المسحة طلعت ايجابية ولكن المشكلة في والدتي والدتها انتقلت للمستشفى وهي حاليا موجودة في العناء المركزة واحيانا بتتحط على جهاز تنفو الصناعي لان في مشاكل زايدة جدا عندها خصوصا انها عندها بعض الامراض الامراض مع سكر الكلام ده فالموضوع مؤثر عليها شوية وكمان عندها الضغط فالموضوع مؤثر عليها شوية امي بنتهم نزلت بنت سمير غانم نزلت بوست وقالت ادعو الامني بالشفاء وادعو كمان لاختي حبيبتي دنيا ان ربنا يكمل شفاها على الف خير وكمان رامي جوز دنيا تنزل بوست وطلب من الناس تدعي لدنيا في حالة من يعني ناس كتير بتتصاب بكورونا بس عند ناس معينة كده بتلاقي حالة من يعني ناس كلها مش مش عندها سيرة غير دنيا سمير غانم وكمان دلال عبدالعزيز طبعا نتمنى ليهم الشفاء بازن الله هما واي حد تعبان او اي حد مصاب محدش بيشمس في موت ولا في مرض اعوزوا بالله من حاجة زي كده دلال عبدالعزيز حاليا موجودة في المستشفى وفي اقويل بصراحة ان قالوا ان هي في لحظاتها الاخيرة وانا مش عارفة المعلومة دي حقيقة ولا بس اللي متأكدة منه انها موجودة حاليا في العناية المركزة وهو بتتحط على جهاز تنفس صناعي وبنتها دنيا حالتها الى حد ما مستقرة هي قالت المشكلة مش فيها المشكلة في ماما هي اللي تعبانة اوي ربنا يكمل شفاهم على الف خير خلوا بالك يا جماعة كورونا لسه موجودة ما خلصتش ربنا يعدينها منها على خير بشكركم جزيلا على حسن المتابعة واستنوا مني كل جديد شكرا جدا لحضراتكم ورمضان كريم استنوا مني فيديو جديد ان شاء الله شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته